تشاهدون في هذه الحلقة معلومات مهمة عن الموقع الجغرافي والمقاطعات ومساحة الدولة السكان واللغة والعملة الرئيسية للدولة أشهر المدن السياحية أشهر معالم الدولة السياحية المناخ وما تشتهر به شروط التأشيرات ونظام الجنسية أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعي قناتنا برو تيك للسفر والسياحة في حلقتنا لليوم والتي سنتعرف فيها على دولة أيرلندا وهي دولة من ضمن دول الجزر البريطانية مع المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية فهيا بنا نستكشف أكثر قبل أن نبدأ نود أن نذكركم إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا رحلة طيبة نتمنها لكم اسم الدولة جمهورية أيرلندا الموقع الجغرافي والمقاطعات ومساحة الدولة تقع جمهورية أيرلندا في المحيط الأطلنطي فيما يعرف بالأرخبي للبريطاني غرب القارة الأوروبية وهي تشكل الجزء الغربي من جزيرة أيرلندا الواقعة غرب المملكة البريطانية بمساحة تصل مساحة أيرلندا ما يقارب من سبعين ألف كيلو متر مربع أما الجزء الشرقي فهو من نصيب دولة أيرلندا الشمالية تنقسم جمهورية أيرلندا إداريا إلى أربع مقاطعات أما العاصمة الرسمية للبلاد فهي مدينة ديبلن الواقعة على الساحل الغربي للبلاد السكان واللغة والعملة الرئيسية للدولة يصل عدد سكان أيرلندا إلى حوالى خمسة ملايين نسمة وتعد اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا وكذلك اللغة الأيرلندية يعتبر اليورو عملة البلاد الرسمية منذ عام 2000 لكونها أحد أعضاء منطقة اليورو وهو اتحاد اقتصادي يضم 19 دولة عملتها الرسمية الموحدة هي اليورو نظام الحكم يعتبر نظام الحكم في أيرلندا نظاما جمهوريا تمثيليا يكون فيها رئيس الجمهورية هو في أعلى السلطة لكنه منصب شرفي بصلاحيات محددة ويتم انتخابه لتولي فترة رئاسية مدتها سبع سنوات ثم يأتي رئيس الوزراء الذي يمثل الحاكم الفعلي للبلاد أشهر المدن السياحية من أشهر المدن السياحية في أيرلندا مدينة ديبلين هي مدينة يمتزج فيها القديم مع الحديث وخاصة الهندسة المعمارية حيث يعود تاريخ المدينة إلى حوالى ألف عام وهي الآن مركز ثقافي هام في البلاد يمكنك في هذه المدينة زيارة بعض الأماكن الجميلة كمركز التسوق والمتحف الوطني وساحة ميريون مدينة كورك من أشهر المدن السياحية في أيرلندا وهي مدينة مفعمة بالحيوية والتي تطغى عليها الأجواء الأوروبية العالمية في شوارعها من محلاتها ومطاعمها المنتشرة هناك ومن أهم الأماكن التي يجب زيارتها قلعة بلارني وكاتدرائية القديس فينباريي والسوق الإنجليزي أحد أقدم الأسواق في العالم مدينة غالوي مدينة سياحية تقع غرب البلاد وهي تشتهر بكونها مركزا هاما للفن والموسيقى ويقام فيها العديد من العروض والصلاة الموسيقية أشهر معالم الدولة السياحية من أهم معالم أيرلندا السياحية قلعة بلارني أشهر المعالم في أيرلندا وهي قلعة قديمة في دينا كورك يعود تاريخها إلى أكثر من ستمائة عام وهي موطن حجر بلارني السحري المرتبط بمعتقدات وأساطير حول هذا الحجر لدى الكثير من الأيرلنديين منحدرات موهر هي مجموعة من المنحدرات بارتفاع يصل إلى 120 مترا على ساحل المحيط الأطلنطي جنوب غرب البلاد تتميز هذه المنطقة بإطلالات طبيعية ساحرة لذلك تعد من أهم الوجهات التي دائما ما يأتيها السياح عند وصولهم لأيرلندا حديقة كيلارني الوطنية وهي أول حديقة وطنية في البلاد فقد تم إنشاؤها عام 1932 وتغطي مساحة ما يقرب من 102 كم مربع بمختلف التضاريس لتشمل الغابات البحيرات والجبال لتكون موطنا كبيرا للكثير من فصائل الحيوانات والطيور لذلك فهي مكان مميز للتنزه بين معالم الطبيعة البرية سواء عن طريق المشي أو ركوب القارب والمرور عبر البحيرات ما تشتهر به تمتلك أيرلندا تاريخا رائعا وارتباطا بالموسيقى بداية من القصص السلتية المرتبطة بأساطير أيرلندا القديمة والموسيقى التقليدية وصولا إلى موسيقى الروك والبوب المشهورة في العالم بالإضافة إلى أنها بلد رائع غني بمقومات السياحة التي قد لا تحظى بشهرة كافية لكنك بالتأكيد ستستمتع بها عندما تجربها بنفسك المناخ تتميز أيرلندا بمناخ بارد مع هطول غزير للأمطار في كثير من الأحيان وهو مناخ مماثل للأجواء المناخية الأوروبية المتعارف عليها وتتراوح درجات الحرارة على مدار العام بين 5 إلى 8 درجات مئوية وقد تصل إلى 15 درجة في فصل الصيف لذلك فإن أنسب وقت لزيارة البلاد يفضل أن يكون خلال فصلي الربيع والصيف بين مارس وسبتمبر حيث يكون الجو أكثر دفئا عن باقي شهور العام النظام الجامعي تحظى أيرلندا بالعديد من المؤسسات التعليمية التي لها صدا واسع بين أفضل الجامعات في أوروبا والعالم ومن أشهر جامعات أيرلندا جامعة ديبلن تعد جامعة ديبلن من الجامعات الرائدة في العالم بالرغم من قلة شهرتها تتميز جامعة ديبلن بكفاءتها العلمية وهي تقدم عشرات المنح للدراسة للطلاب الدوليين جامعة غريف تتمتع جامعة غريف بشهرة عالمية بسبب مشاركاتها والمبادرات التي تطلقها بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية من برامج تبادل طلابي معرفي جامعة غالويل جامعة مرموقة أيضا في البلاد وهي مصنفة ضمن ثلاثمائة جامعة وفق تصنيف كيو اس للجامعات التأشيرات السياحية ونظام الجنسية إذا كنت تود السفر لدولة أرلندا من أجل السياحة لا بد من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة السفر وتشترط الآتي جواز سفر ساري المفعول الحصول على استمارة طلب التأشيرة وملء بياناتها صور شخصية دليل إقامة أو حجز فندقي مؤكد وحجز تذاكر الذهاب والعودة وحساب بنكي لضمان التوفر النقدي يمكن الحصول على الجنسية الأيرلندية والتمتع بمزايا جواز السفر الأيرلندي من خلال أكثر من طريقة الاستثمار في مشروعات البلاد الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل على أن تكون الإقامة شرعية الزواج من مواطن أو مواطنة أيرلندية لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع الإقامة في البلاد خلال فترة الزواج وتمنح الجنسية مباشرة للأبناء المولودين داخل البلاد إلى هنا تكون قد انتهت رحلتنا في أيرلندا نستودعكم الله حتى لقاء آخر في رحلة جديدة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وترك تعليقكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لمتابعتكم لحجوزاتكم ولمزيد من المعلومات سنكون سعداء جدا بتواصلكم معنا على موقعنا الإلكتروني www.protechagency.com اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة